قبل ما نبدأ الملخص كل الأجزاء حتلها في صندوق الوصف بس تقرصوا معي الصورة دي أكتر من 70% بيشاهدونا بس مش بشتركين بالقناة أتمنى أي حد بيتفارق معنا يشترك بفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد ينافوجي بيطلب من اتسيك إن هو ييجي معاه البيت طب راح أنا مصدوم يلا بسرعة فوقني بيرد عليه بلس كلام فاضي يلا بسرعة عشان ما نتأخرش وإلا حغاية رأيي لما بيروح معاه البيت بيتفاجئ لما بيلاقي شينة في بيته بتقوله مبسوطة علشان شفتك مرة تانية بيرد عليه وأنا كمان بس أنا آسف دخلت عش حبكم أما شينة بتكسب بتغير الموضوع وبتقولهم حروح علشان أحطر الأكل اتسيكي بيقوله بصراحة أنتوا قريبين من بعض لدرجة أن المفتاح عندها بيقوله أسكت بيقوله بصراحة أنت مصدوم كل يوم بتاكل أكل جميل جدا بيقوله بصراحة عندك حق شينة بتشكره بتقوله أصلا مش بعمل أي حاجة يعني متعودة أن أنا أطبق هنا هما قاعدين مع بعض أنت بتحبها على فكرة بس لازم تعترف لها علشان أنتوا بجد قريبين من بعض وكمان منسجمين تاني يوم بتتصل يوري وبتقول حيجي علشان أدوء أكل شينة بيقول لها فوجي ما ليش علاقة بتقدري تتكلم معها بتقوله بس كده درواتي حتتصل بيها وهو بيلاقوها عندما في البيت طبعا هنا التكي بيتفاجئ إزاي يوري جد بالسرعة دي وبيقول فوجي أصلا يوري عزمت نفسها بنفسها بس حامل إيه يوري بتروح عند السيكل وبتقوله بجد أنا متحمسة علشان أدوء أكل شينة وبتقول لشينة خلاص ما تزعش بالعكس أنا موافقة هنا بتقوله خلاص روح قعد جنبهم حيفهمونا الغلط ونبدأ عليها بصوا هما قاعدين إزاي سيبنا أولهم للمرة إحنا كمان نكون قريبين من بعض زيهم وطبعا بتتفاجئ بيقولها هو في حاجة قلت لي يا ريت مرة تانية ما تتكلمش معايا فاجأة كده وبيقول كل ده وليسا بيقول لي إحنا مجرد أصدقاء وخلاص جهزت الأكل يوري طبعا أكلت الطبق كله والأكل عجبها جدا يقول لها فوجي فيه كتاب تتعلمي الأكل وبتقوله حتى لو تعلمت أكيد مش هطبط زي شينة يعني عايزة كل يوم تجي تأكل عندها وبيقولها بصراحة دي وقاحة وبتقوله هي أصلا في المدرسة بتكون مختلفة بتكون بعيدة وطبعا بتتفاجئ شينة بتقول لها أنا بحب كده علشان عايزة أبقى بعيدة عن العالم وبتقول لها بس أنا متأكدة أني دي حققتك وانا بجد بحبك أنت المفضلة عندي محظوظ فوجي بيكي موازمة وقته بيقديها معاكي وبتتفاجئ شينة علشان بتلمح لحاجة بترد عليها بس متهيألك مستحيل يحصل بنا أي حاجة حنشوف هنا بيروحوا وهو الستة دي وقفة معا شينة وبتبهدلها أنت مجرد إزعاك لما تخلصي امتحاناتك ابعتلي علاماتك وما تتدخليه في شؤون الآخرين بتقوله شينة سمعت كل الكلام صح؟ وبيعتذر منها بيقولها من الستة دي بتردت عليه إنها أمها بس اللي طالما بتكرهني بيقولها في صراحة مش فاهم قالت له خلاص خلاص أنت متخافش علي أنا بخير وبيقولها استني ممكن تجي معايا البيت بتبص عليها شينة وهي متفاجأة منه وطبعا بتروح معاها هنا بتقوله أنا أسفة بجد ما كنتش عايزة تسمع الكلام ده بيمسك إديها وبتتفاجئ بتقوله بصراحة قصة مملة لو عايز أحكي هالك أنا ما عنديش مشكلة وبيقولها طبعا هنا بتقوله ماما وابا ما تجوزوش عن حب وطبعا ما كانوش بيفكروا إنه هم يخلفوا خالص بعد فترة ماما حملت بيا وطبعا زعلت جدا وما كانتش طيقة نفسها حتى بابا ولما جيت عالدنيا سابوني الواحدة هنا طبعا في النهاية جابوني مربية هي اللي كانت بتربيني ولا الأم وكما إنه ما كنت عايزة أروح علشان أحضر الواحد فيه كانوا بيسيبوني وبيسيبوا الفلوس ويروحوا علشان كده حسيت إنه مش مرغوب فيها خالص بعد ما كبرت ما حسوش إن أنا كبرت خالص ولا دون اهتمام أصلا علشان كده حسيت كل اللي أنا عملته عالفاضي وطبعا ما يقدروش إنه هم يتطلقوا بوجودي أنا علشان كده بيستمي إن أنا أتخرج من الجامعة ولما حتخرج خلاص هاتمد على نفسي وحنبقى زي الغريبين وكأننا ما نعرفش بعض ماما قالتها لي مباشرة في يوم من الأيام علشان لقيتني فالمطر وانا قادة بصراحة كنت مصدومة ما توقعتش إن ماما حتقولها لي بوشي بيقولها دلوقتي فهمت إيه اللي وصيك للحلقة دي بترد عليها علشان بردة صح بيقولها طبعا لا أصدي إن انت متحفدة ومش عايزة أي حد يشوف عيوبك أنا ما عنديش حق إن أنا أتدخل في عيلتك ولف شعون عائلتك بس ما ينفعش تبقي تتصرفي بالطريقة دي لو عايزت عاياتي عاياتي ما تخبيش اللي جواكي علشان في يوم من الأيام حتخطنئ شين بتتفاجئ من كلامه وبتبدأ تعيط بتقولها ممكن تحتفظ بالسر دا بيقولها أصلا ما فيه سر إن أنا أخبيه وأي حاجة قلتها حتفضل جوايا طبعا إحنا مع بعض وما تنسيش إن أنا في ظهرك هنا بتقولها وأنت ليه بتبصلي كده بيقولها إيه وأنا إزاي مش حبص عليكي مش أنت نايمة في حضني وما تخفيش ما شفتكيش وأنتي بتعيطي هنا بتقولها ممكن أنا في حضنك مرة تانية في الفترة طويلة وبيقولها طبعا هنا بتقولها أنا عارفة إن أنا مش لطيفة ولا بنت جبانة وكمان أنا نية وبتكلم كلام مش كويس بيقولها بصراحة أنت بتعجبيني وبتتفاجئ بيقولها بس أوقات ما بتكونيش لطيفة بصراحة المهم إن أنا شايف طريقتك في الكلام جميلة وبتعجبني علشان كده بلاش تشاكيك في نفسك وخليكي واسقة في نفسك أصلا أنت شخصيتك جميلة وأنا شايف كل حاجة وبحب حقيقتك على فكرة بدك كسب وبيقولها بجد ما كانش قصدي مش بس أنا أصلا حتى إتيكي ويوري بيحبوكي وشايفين جانبك الأخر جميل طبعا غير الملاك تصار فيه عندك معجبين كتير بس أنت مش شايفاهم بتبدأ طعيط بيقولها ليه بتعيطي مرة تانية بترد عليه دموع الفرحة أصلا دروقتي مبسوطة بتقولها ممكن تبصلي أكتر من كده بيقولها أصلا أنا شايف أن أنت بتعملي جهد وكمان أنا براغبك على فكرة بتقوله ممكن تنسك إيديها بيرد عليها طبعا وبيمسك إيديها هنا بتقوله بس المرة دي وبتحضنه بيقول فوجي إيديها مش للدرجة دي يعني بس هنا بتكون شينها مكسوفة بيقولها مدام زعلانة ليه حضمتيني وبيقولها لازم تتعولي على الأخيرين على فكرة أنت مش وحيدة بتقوله بجد أنا مش وحيدة بيقولها طبعا أنت نسيتي أنا هنا ووقف جنبك بترد عليه وأنا كمان بتقوله وانت بجد شايفني مميزة بيرد عليها طبعا معظم ووقتنا بنقضيها مع بعض وطبيعي أن أنا أشوفك مميزة هنا بتطلب منه أن هم يخرجوا مع بعض شوية ولما بيخرجوا بتقوله أنا قربت أن أنا أغير صفي بيقولها أكيد حتنتقلي صفي يوري بتزعل بيقول إيدي هو أنا إيه اللي قلت درواتي وهو بتحضنه فوجي مش بيفهم أي حاجة وبيقول إيدي إيه اللي بيحصل هنا بترد عليه دي طريقتي علشان أشكرك بصراحة أنت عملت علشاني حاجات كتيرة قوي ووجودة جنبي خلني مبسوطة ولو ما كنتش معايا أكيد ما كنتش حقدر أكمل علشان كده أنا بجد بشكرك وبتقوله ممكن تفضل معايا زي ما وعدتني وكمان تبص علي باستمرار بيقول لها بس درواتي مش حقدر أبص عليك بتقوله درواتي لو بصيت أنا حزعل بيقول لها بجد أنت أوقات بتكوني غريبة وبيقول درواتي زي مش حاضر أحبها وهي بتحضرني الحضمة دي أنا بتقوله مش بحب أزهار الكرس حتى في الربيع ما كانش حد بيمش معايا وفي كده كرهتها وكمان بتفكرني في الوجع بيقول لها فوجي إيدا هو وجودي معاك النهاردة مش كافي بتقول ده علي علاقة بيتفاجئ وبيقول لها قصدكي خلاص خلاص أنا آسف بتقوله مش قصدي اللي انت فهمته على فكرة بالعكس ما تنساش ان انت مش قليل بالنسبة ليا اتفقنا بتجيها الصدمة وبيقول لها بجد وقالت لنا مبسوطة علشان جبتني للمكان ده انت بجد بتعمل حاجات كتير علشاني وهم راجعين بتقوله دلوقتي يمكن أنا بقيت بحب أزهار الكرس والحد هنا بيطنس الملاقص بتاعنا يلا سلام